طبعاً لما راح لأهل النينوة الناس لما تابت يبقى استفادوا بالعمل يونان يعني عايزة تخيل لو يونان بعد القصة دي كلها وراح قال لهم توبوا والناس ما سمعتش كلام مسكوا يونان ضربوا كان هتتقلب المدينة بعد 40 يوه يبقى اخسرت المجهود اللي عمل يونان لكن الميزة بقى ان يونان لما راح الناس سمعت عشان كيها تعالى تطبقها على المسيح ربنا يسوع جه وتألم ومات وقام الناس اللي تآمن بالمسيح هتستفيد بالمجهود اللي عملوا المسيح هتستفيد باللي حصل في المسيح من موته وإيامه واللي رفضين المسيح كأن واحد بنقدم له الدواء فزاحه قال أنا ويحبش أخد أدوية ويموت في مرضه فالمسيح هو العلاج هو الخلاص اللي عملوا من أجلنا كل اللي عملوا كان من أجلنا بس في ناس تقبل زي أهل نينوة لما قبلوا وفي ناس ترفض زي أي شعب تاني بيرفض كلمة الله العجيب بقى أن حكاية توبة أهل نينوة تسببت في أن يونان زعل فغم دالي يكونان غما شديدا في أغتاز سمحني يا أبوي يا يونان لأن أنا ماستهلش تراب رجليك بس أنا متغاز منك يعني إيه ناس تابت أم أنت تتغم وتغتاز يقول أه لأن دول أمم ما كنتش حابب أن هم يتوبوا ومش حابب أن هم يخلصوا مش حابب أن ربنا يرضى عليهم أنا كان نفسي ربنا ينتقم منه ما هذا القلب يا يونان أنت ما فيه تفرح بخلاص الأشرار ده المسيح قال لنا كده الحاصد يأخذ أجرة ويجمع ثمرا للحياة الأبدية لكي يفرح الزارع والحاصد معه أنت تاخد أجرة وتجمع ثمرا للحياة الأبدية وتفرح في حد في الدنيا يزعل أن المأمورية اللي مكلف بيها تنجح فيه دكتور بعد ما يعالج المريض ويخف يغتم ويزعل ويقول إزاي يخف فيه مدرس بعد ما يدرس طالب وينجح يتدايق أنه نجح فيه واعي زم ما يقول الناس توب والناس تتوب يزعل عشان كده جاله ربنا قال له إيه أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعف فيها ولا ربيتها التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت أفلا أشفق أنا على نينوة المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من إثنتي عشر ربوة من الناس إثنتي عشر ربوة معناها مية وعشرين ألف نسمة الذين لا يعرفون أن يمينهم من شمالهم يعني جهلة والجهل هنا مش مقصود بها مش متعلمين لم يعرفوش الله وبهائم كثيرة يعني الله كمان بيشفق حتى تعال بهائم وإنت يا يونان مش عيل هم الناس دي في حقيقة النازلة بتاعت يونان كانت محصورة ومتعصبة التعصب هنا إيه؟ مش إن هو بيحب شعبه وبيتمنى لهم الخير إن هو رافض الآخرين ورافض لهم الخير ما هو ربنا ما قالش ليونان روح نناوى وعبد أليهتهم أو روح ليونان وقال لهم برافو اللي انتو بتعملوه ده قالوا روح قال لهم يتوبوا فهو رافض ليه؟ ترجمة نانسي قنقر